موسيقى نينوى في قلوبنا لكن الفساد أسقطها بيد داعشي قول الكاظمي ويؤكد أن المعركة طويلة مع الفساد المخاطر تحيط بالأمن العالمي ورئيس الجمهورية برهم صالح يقول التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات العالمية فوضى عارمة تجتاح مطار كابل ومواطنون أفغان هاربون متمسكون بعجلات الطائرات أثناء إقلاعها ليسقطوا من الجو نشط الثالثة من التغيير حياكم الله ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مدينة المصل للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات وقال الكاظمي خلال الجلسة أنه يؤسفنا جدا أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية خاصة وأن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسبب بسقوط المحافظة بيد داعش وأضاف الكاظمي أن الحكومة حاربت الفساد لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش وتحتاج إلى التكاتف وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لإعمال الموصل ووجهت بوضع خريطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة وبدء العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة منها مطار الموصل ومحطة القطارات هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سد الموصل وأكد أهمية قيام الملاكات العاملة فيه بعمليات الإدامة المستمرة كما أوصل كاظمي بإدامة ومراقبة عمليات التحشية التي يحتاجها سد الموصل كما قدم مدير مشروع سد الموصل شرحا مفصلا عن السد وأهميته والأعمال المنجزة لإدامته وأجرت أيضا معينة أعمال التحشية من أعلى السد وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من الموصل محمود الجماس أهلا بك محمود أهلا بك زمي بسي كل التحية لك ولكم مشاهدي قناة التغيير الفضائية أهلا بك محمود نحن نحلم اليوم أن رئيس مجلس الوزراء عقد جلسته في المحافظة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها تلك المحافظة فما هي مخرجات تلك الجلسة وما هي التوصيات التي أوصى بها رئيس مجلس الوزراء نعم زميلتي طبعا هذه الجلسة كانت مهمة بالنسبة للإنين وحصوصا بالنظر إلى المخرجات والقرارات التي أوزرها مجلس الوزراء يوم محوصة عليها تجاه هذه المحافظة عدد القرارات التي صوت عليها من 20 إلى 25 قرار صوت عليه نجلس الوزراء كانت قرارات مهمة أبرزها التصويت على توجيه سلطة الطيران المدني للمغيب الإجراءات الملائمة من أجل استكمال الخطوات لإطلاق مشروع إعادة إعمار مطار الموصل بالإضافة إلى توجيه بما يخص محطة القطار من أجل رفض خطوط السكة الإجراء الثاني أو اضطرار الثاني الذي أصبره مجلس الوزراء هو إطلاق الأموال المجمدة لمحافظة دينوى التي تنجد بعد احتلال المدينة عام 2014 هناك أفوا ما يقارب 400 مليار دينار عراقي مجمدة بينها 150 مليار هي مخصصات مقاولين ومشاريع متوقفة وما تبقى منها هي أموال تتسرب للمحافظة بمشاريع أخرى هذه قد تكون ميزانية تدفع نيوى سنة كاملة من الإعمار وتجعلها تتسابق مع الوقت إذا استغلت هذه الأموال بصورة صحيحة بالإضافة إلى تصويت مجمس الوزراء على إلغاء إجراءات المطالبة بالمسائلة والعدالة والتفكيل في هذا الملف بيطالبين قرارات التعويض كون أن هذا القرار استحدث مؤخرا وأخر آلاف المعاملات المتضررين من العمليات العسكرية ومن الإرهاب هذه أبرز القرارات هنا للقرارات أخرى مثل قرار إنشاء الطريق الحولي مثل الطرق الحولية التي أنشئت أسوة بمحافظات الأقليم هذا الطريق سيخص الزخم عن مدينة الموصل الموصل هي حلقة وصل ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الوسطى والجمهورية ويوميا يمر منها الآلاف من الشاحنات هذا الطريق الحولي سيخصص الاختناقات التي داخل المدينة وسيكون هناك توسعة عمرانية هناك العمل على توسعة عمرانية للمدينة هذه التوسعة كانت متوقفة منذ عام 2000 أي ما يقارب 21 عام من تشهد الموصل توسعة عمرانية مع هذا الطريق الحولي يعني أن هناك مشاريع التثمار ستدخل إلى المدينة أن هناك صرف عمل ستستح هذا الطريق الحولي سيحيي مناطق سيشملها التوسيع العمراني طرعا قرارات أخرى أيضا مهمة قرار آخر وقرار رفع الحظر المالي فيما يخص شركات الصرافة منذ عام 2014 وشركات الصرافة في مينوة إلى اليوم هي متوقفة عن العمل بعد تحرير المدينة كان هناك العشرات من الوعود بإنهاء ملف الحظر المالي والسماح لشركات الصرافة بالعوجة إلى العمل بنظام الحوالات بين المدينة العراقية وبين الموصل هذا كان متوقف رفع الحظر المالي هو مؤشر على أن الموصل أصبحت أمنيا مدينة آمنة حتى المؤشرات الأخيرة هي أن هذه المدينة هي ثاني أكثر مدينة آمنة بعد دي هوك في التصنيف الرسمي الذي صدر قبل عدة أيام هذا أيضا قرار مهم جدا يتيه لشركات الاستثمار الدخول إلى المدينة في الأيام الماضية أو في الأشهر الماضية كان بعض المستثمرين يعلمون عن الدخول إلى المدينة بسبب الحظر المالي عليها الحظر المالي هو مؤشر على وجود مخاطر أمنية أن رفع الحظر المالي واستماح لشركات الصرافة بالعودة مؤشر على أن المدينة وعدم وجود مخاوف من تمويل خلايا إرهابية أو ما شابه ذلك شكرا جزيلا لك محمود الجماس مراسلنا من الموصل على هذا التوضيح شكرا جزيلا أكد الرئيس برهم صالح أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وقال الرئيس صالح خلال استقباله وزير الدفاع الأستوني أن العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل تخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ في محافظة النجف بالتزامن مع حلول شهر محرم من الحرام حيث لاقى هذا الارتفاع امتعاضا شديدا من المواطنين الذين انتقدوا ضعف الرقابة الحكومية محمد رزاق والتفاصيل كعادتها لم تتخلف العوائل النجفية عن التبضع والتسوق استعدادا للأيام الأولى من شهر محرم ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد الغذائية الأساسية اصطدم بوجه المواطنين الذين شهدوا بين ليلة وضحاها تغيرا ملحوظا في الأسعار وسط غياب الرقابة الحكومية وانتشار البطالة كما يقولون يعني بالنسبة للطحين الفقير ما يقدر اشتري هسا هسا الفقير ما يقدر اشتري والله أنا صار لستة يام طحين ما عدي والله طحين ما عدي جاي اشتري خبز يومي اشتري الـ 500 ومرات اليوم الطاني بالمخبز الطاني خبز يابس ما عدي شغول ماكو رد نعرف هاي الحكومة وين رد توصل المجتمع يعني من أسوأ لأسوأ يعني وين رد توصل هاي الحكومة يعني الفقير ما الاعيش في هذا البلد من ثمانية اقراص الى ستة انخفض عدد الخبز للالف دينار الواحد وبسبعة الاف دينار لطبقة الواحدة ارتفعت اسعار البيض ولم تكن البقوليات والخضار ومعجون الطماطم في منأ من هذا الارتفاع في اسواق النجف التي تشهد توافدا من اهاليها الذين يحيون هذه الايام بالطبخي وتقديم الثور طبعا اثر على الفقير هو مو على بالله العدراتي بالعدة الجسمة بس دولة العمال اللي يوم يطلعوا وسبوع وعشر تيام ما يطلعوا بين يوم ويوم حتى ما يكفيه بين يوم ويوم هم ما يلاحك الاسعار بشكل عام فهي يعني يبودنا ان تكون دون هذه الاسعار بحيث انه الدخل المحدود كاجير او الموظف الاعتيادي يكون يقدر يسيطر او يقدر يحط ميزانية توافق الصرف اليومي بين ازمة ارتفاع الدولار امام الدينار وضعف الرقاب الحكومية بضبط اسعار الاسواق يواجه المواطن تلك التحديات بنفس عميق املا بغد يجلي متاعبه من النجف محمد رزاق التغيير زار زعيم التيار الصدري مقدد الصدر منزل المرجع الدين الاعلى السيد علي السستاني في محافظة النجف وتأتي زيارة الصدر لحضور مجلس العزاء السنوي في منزل المرجع السستاني بذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي عليه السلام للعام الثاني على التوالي تشهد المراسم الدينية السنوية لذكرى عاشراء في مدينة كربلا العديد من الفعاليات والخطب والمحاضرات التي تتضمن انتقادات واسعة وشعارات تركز على الفساد وترد الخدمات وهيمنة قوى لا دولة وكانت محافظة كربلا أنهت استعداداتها الامنية والخدمية لمراسم عاشراء لا سيما الزيارة المليونية في العاشر من محرم من الحرام وكذلك ركضة طواريج وحول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من كربلا جاسم لهميم جاسم نحن نعلم أن العام الثاني على التوالي ومرسم عاشراء تقام تحت وطأة جائحة كورونا فما هي الإجراءات الامنية وكيف تصديتم لتلك الإجراءات وما هي الإجراءات الوقائية التي تتختموها وكيف هي الأجواء حولك نعم بالحقيقة الإجراءات المشددة من قبل الجوانب الخدمية والامنية والصحية في محافظة كربلا تجري على قدم وساق نبدأها بالجوانب الصحية فالمستجفى الحسيني ودارة صحة محافظة كربلا أعلنت جاهزيتها على استقبال الزائرين داخل محافظة كربلا خصوصا كانت لها حملة قبل بدء الزيارة حملة تلقيح لكافة المحالة التجارية الموجودة بالمدينة القديمة للتلقيح من وباء الكورونا فهم على تماث مباشر مع المواطنين والزائرين الوافدين لمحافظة كربلا إضافة إلى ذلك نشرها للعديد من المراكز الصحية داخل المحافظة للحلولة دون الإصابات أو ما شابه ذلك فيكون التدخيف مستمر في أيام الزيارة وقبلها أيضا إضافة إلى ذلك المستجفى البيضري أعلنت جاهزيتها عن فحص المواد الداخلة لمحافظة كربلا وأيضا عن حملاتها المستمرة بتعقيم الطرق والمواكب الحسينية الموجودة داخل مدينة كربلا لاستقبال الزائرين أما على الجوانب الأمنية فسيكون ضيفي العميد علاء الغانبي المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة كربلا للحديث حول الإجراءات الأمنية داخل المحافظة سيادة العميد أهلا ومرحبا بك في نشرة التغيير أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناتكم الكريمة الإجراءات الأمنية المتخذة الآن لزيارة العاشر من محرم هل هناك سعدادات جرت قبل الزيارة لحين موعد الزيارة هل هناك خطوات استباقية شملت المحاور الأساسية لدخول محافظة كربلا وخصوصا الطرق النيسمية لداخل المحافظة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد بعد أن عقد المؤتمر الأمني الخاص بزيارة العاشر من محرم الحرام وكان حاضر فيه قادة القادة الأمنيين وبحضور جميع مدراء دوار الأمنية وأيضا اشتراك حصائل الحجد الشعبي بضافة للعتبتين المقدستين في هذا المؤتمر حتى يكون هناك التداخل ما بين الخطة الأمنية ثم بعدها الخدمية التي أدارها السيد محافظة كربلا المقدسة المهندسة صيف الخطابي شرعنا بالانتشار على أرض الواقع في الميدان حتى يكون هناك ملاحظة للخطة وكيفية تنفيذها أيضا كان هناك الاستطلاع الجوي من خلال قوت جوية وطيران الجيش للقادة الأمنين استطلاع قطاعاتهم خاصة في المناطق البعيدة مثل الحدود الإدارية والمناطق الصحراوية خاصة الجهة الغربية لإستطلاع هذه القطاعات ثم زرعي كمان في الأماكن المناسبة خوفا من النيران الغير مباشرة اشتراك اللواء 33 من الجيش يتابع إلى قيادة عملية كربلا في هذه الخطة الأمنية معنا بالإضافة إلى ألوية الحجد الشعبي في مسك الحدود الإدارية وخاصة منطقة الغربية التي يكون هناك هاجس أمني كبير فيها يجب أن تؤمن بالكامل كذلك اشتراك اللواء 16 من الشرطة الاتحادية تأمين بحيرة الرزازة والطرق الداخلة إلى مدينة كربلا اشتراك مع الشرطة النهرية هذه القوات جميعا تمسك الحدود الإدارية أيضا في السيطرات الخارجية هناك تعاون مع المحافظات المجاورة لتأمين الحماية الكاملة للسيطرات ولقطع كافة الطرق النيسمية والمزارع والبساتين خوفا من التسلل واستغلال ذلك لا سامح الله لذلك انتشار كبير للدوريات الآدية والعنصر البشري في هذه المناطق أما في مركز المدينة في قياد الشرطة ودوائر قوى الأمن الداخلي بناء على توجيهات معالي ووزير الداخلية مسكها بقوة من خلال هذه الخطة الأمنية تم توزيعها إلى ثلاث قواطع أمنية مهمة و14 قاضع طوق أمني يفرض حول المدينة لتأمين الحماية الكاملة يعني هذه أهم ما ورد في الخطة الأمنية هل سيكون هناك تعاون فيما يخص موضوع نقل الزائرين خصوصا عندما يتوافدون لمحافظة كربلا؟ البعض من أوقات هذه الزيارة تكون شديدة الزخم هل هناك خطة لهذا الأمر؟ بالتأكيد المؤتمر الأمني الذي عاقته سي محافظة كربلا بالنسبة للأجهزة الأمنية مع الخدمية حتى يكون هناك تناغم في الخطة ما بين الأمن والخدمات لتوفير الراحة وأفضل السبل للزائرين القادمين لهذه المدينة لذلك هناك اشتراك في خطة النقل من خلال تعاون مع هيئة النقل العام والخاص أيضا اشتراك قوات الجيش وشرطة بمواردهم الآلية هناك إسناد من قبل وزارتي دفاع والداخلية في هذا الموضوع جهد كبير جهد آلي كبير يخصص لهذا المجال حتى بالاستطاعة خاصة العودة لأن القدوم يكون عادة خلال أيام أما العودة ستكون في تقريبا ساعة محددة وفي يوم محدد لذلك تستنفر جميع الدوائر الأمنية والخدمية والدوائر المدنية كافة جهودها في سبيل أيضا وزارة الدجارة يجب أن لا نبخص حقهم اشتراكهم فيها عملية النقل كل هذه إن شاء الله تؤدي لخدمة المواطنين سيادة العميد شكرا إليك شكرا جزيلا لكم نعم هذه من الجوانب الأمنية داخل محافظة كربلا ما يذكر من الجوانب الخدمية داخل المحافظة فهناك خطة وضعت قبل استشهاد المهندس عبير سليم مدير بلدية محافظة كربلا فهناك خطة وضعت لاستقبال الزائرين وتجهيز كل ما يخص من الكابسات ورافعات النفايات ومواقع الخاصة بنقل النفايات ويداحة خارج محافظة كربلا إذن شكرا جزيلا لك جاسم محميم على انضمامك وعلى الإضاحة هذا وشكرا لضيفك الكريم شكرا لك قدمت وعفوك عن مقدا حسيرا أسيرا كثيرا ضمي فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنت ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتن ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطم وإلى أفغانستان حيث باتت أفغانستان في قابضة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد فيما احتشد آلاف الأشخاص يألسين في مطار كابل لمحاولة الهرب واستحالة من الفوضى العارمة وأظهرت مقاطع بيديو مشاهد الفوضى العارمة في المطار حيث يحتشد الآلاف على المدرج نفسه فيما تتمسك مجموعات من الشباب بسلالم الصعود إلى الطائرات وتمسك البعض بعجلات الطائرة ما أدى إلى سقوطهم بعد إقلاع الطائرات شبهت صحيفة نيويورك تايمز ما حدث في أفغانستان واشتياح كابل بما حدث في العراق أبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا وأحذر مسؤولون عسكريون في إفادتهم للصحيفة من تكرار السيناريو أفغانستاني في العراق خصوصا بعد توصل حكومتين بغداد وواشنطن إلى اتفاق استراتيجي يخضي بانسحاب كامل نهاية العام الحالي فيما تخوف المسؤولون من أن تعموا كرة الفوضى في العراق ودول الجوار بعد انهيار الأوضاع في أفغانستان وتحديدا في الدول التي تشهد اثطرابات أمنية وسياسية قال رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية في لندن غسان العاطية أن عودة طالبان إلى كابل أعطى دفعة قوية للتنظيمات المتطارفة في المنطقة مؤكدا لحصاد التغيير أن أمام السلطات العراقية الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع الأمني من الانهيار إذا انتهى الموقف الأمريكي بأن يخلص ساحب لأن عندهم أولويات أخرى لا مجال لوجود قوة بديلة التي ممكن تبقي العراق بموحد بل سيتشرذ من العراق ويبدأ يدخل في صراعات بيناتهم وندخل في حرب أهلية الجانب الأخير بهذه العملية أن الولايات المتحدة من يضع بيض كله بالسلة الأمريكية عليها أن يثلق النتائج الوخيمة وهذا ما أدركت دول الخليج التي بدأت تتعيد حساباتها كي تتعامل مع الواقع الجديد من جانبه حذر الخبير الأمني الاستراتيجي سرمد البياتي من تكرار سيناريا أفغانستاني في العراق وقد يحصل ما لا يحمد عقباه داعيا الحكومة العراقية إلى البدء بالإصلاح الأمني والعسكري وأكد البياتي لحصاد التغيير أن الانقسام السياسي في العراق قد يكون سابرا في التدهور الأمني مشيرا إلى أن الوضع العراقي الداخلي غير رصين وبحاجة إلى ترميم ما سيطرة طالبان على أفغانستان أنطت دعما ودفع معنويا إلى كل الحركات الإسلامية الموجودة في العالم نحن لا نريد أن نسمي الحركات الإسلامية المتطرفة لكن أنا أؤكد على الوضع الداخلي يجب ترصين الوضع الداخلي أنا قلت لك بأنه سيطرة طالبان الآن على الرغم أنه ليست لها أفكار بالتمدد خارج الحدود مثل داعش لكنه أنطت دعم قوي جدا لكل المجاهدين هم يسموهم مجاهدين طبعا نسميهم أرهابيين في كل العالم بأنه انظروا إلى التجربة الأفغانية كيف انتصرنا بالأخير وهذا يطي دعم قوي طبعا جدا أنا قلت لكم لست متخوفا فقط من داعش هناك أمور كثيرة موجودة داخل عراق ما ممكن أنه نتكلم بها على الشاشات لكن كل مسؤول عراقي عرفها أنا أنصح بإصلاح أمني حقيقي أنصح بتقوية القوات المسلحة أنصح أن تكون هناك هيبة وسلطة للدولة واضحة جدا واضحة جدا الكلام للدولة فقط أطلقت القوات الأمريكية النار في الهواء بمطار كابل فيما اجتاح ألف الأفغاني المذرج على أمل الهروب من البلد بعد سيطرة حركة طالباني عليها وأنهت وزارتاء الخارجية والدفاع الأمريكيتين إجراءة أمنية بمطار كابل لضمان نقل آمن للموظفين الأمريكيين وولنين أن الجيش الأمريكي قد أمن محيط مطار العاصمة تماما لعملية إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين خلال الأيام المقبلة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العالم الأمريكي سحب من سفارة الولايات المتحدة في كابل مشيرة إلى أن جميع أفراد تاقم السفارة تقريبا باتوا في المطار بانتظار إجلائهم بعد ساعات على دخول حركة طالبان إلى العاصمة وشددت الولايات المتحدة وخمس وستون دولة في بيان المشترك على أن المواطنين الأبغان والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان يجب أن يسمح لهم بذلك موجهة تحذيرا إلى حركة طالبان من أنه ستكون هناك محاسبة في حال ارتكاب أي انتهاكات قال قائد في حركة طالبان أنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم في أفغانستان وأضاف أن الحركة تريد مغادرة جميع القوات الأجنبية قبل أن تبدأ في إعادة هيكلة نظام الحكم منوها إلى صدور تعليمات لمقاتلية الحركة في العاصمة كابل بعد ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية أقدم مسلح طالبان على إنزال العالم الأفغاني من داخل القصة الرئاسي في كابل وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني على فيسبوك أنه غادر البلاد تجنبا لإراقة الدماء مؤكدا أن طالبان ربحت الحرب لكنها خسرت قلوب الشعب الأفغاني وطالب الرئيس الأفغاني طالبان بحماية النساء ومختلف الأرقيات لكسب قلوب الأفغان داعيا إلى وضع خطة واضحة للمستقبل وإطلاع الشعب عليها أعلنت الشركة العامة لنقطة طاقة الكهربائية الشمالية تعرض الخط الناقل بين كاركوك وأربيل إلى عمل تخريبي عبر استهدافه بعبوة ناسفة وذكرت الشركة في بيان أنه حدث توقف في الخط الناقل كاركوك أربيل من خلال استهدافه بتبجير عبوات ناسفة وأشارت الشركة إلى أن ملاكاتها الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي انتقلت فورا إلى مكان الحادث وباشرت بالعمل على إعادة تشييل الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط لإعادته الخدمة بأسرع وقت ممكن كشفت قيادة العمليات المشتركة عن إلقاء القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن التحقيقات كشفت بأن المستهدفين ينتمون إلى تنظيم دواعش وأن الغاية من استهداف أبراج الطاقة خلق الفوضى والقلق الأمني أطلقت هيئة النزاهة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لخمس سنوات والتي سبق أن تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعد هذه الاستراتيجية بحسب بيان الهيئة من متطلبات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي انضم العراق إليها عام 2017 وتوفر فرصاً واسعة للتعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة مع التركيز على توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر القطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهة دولية قال الرئيس الأسبق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل للامي أن الرقابة الدولية لا تستطيع تغطية جميع المراكز خاصة في المناطق النائية وأكد اللامي لحصاد التغيير أن الرقابة ستكون شكلية لعدم توفر العدد الكافي لمراقبة جميع محطة الاقتراع أمم المتحدة أو المراقبين الدوليين بشكل عام سواء كانوا من الاتحاد الأوروبي جامع العربية أو بعض الدول والسفارات الممثلة فيها دائما الحقيقة مراقبتهم تكون مراقبة شكلية إلى حد ما يراقبون من حيث الشكل بعض مراكز الاختراع المنطقات اللي يذهبون إلى ما يستطيعون أن ينتشرون في أكثر من 8200 مركز اقتراع في العراق اللي يحتوي على أكثر من 55 ألف محطة اقتراع فيراقبون من ناحية الشكلية يشوفون الإطار القانوني المقوضية أيضا يدرسون إذا بيخلل يقول لكن إذا حصلت حالات تزوير ممنهج أو غير ممنهج في مراكز اقتراع في محطة في أماكن نائية ما يستطيعون أن يغطوها والحقيقة حذرت خلية الأزمة النيابية ما وصفتها بالحقيقة المؤلمة جراء تصاعد الموقف الوبائي في العراق وقالت أن معدل إصابات كورونا في العراق يصل إلى أكثر من 20 ألف إصابة يوميا وذكرت الخلية أن الإحصائيات التي تنشرها وزارة الصحة عن عدد الإصابات اليومية تمثل الأعداد المسجلة وليست الحقيقية منتقدة عدم إجراء تطبيق حقيقي وفعلي للإجراءات البقائية وعدم تنظيم مسألة التطعيم في العراق كما حذرت لجنة الزراع النيابية من استمرار لظاهرة نفوق الأسماك في مناطق الوسط والجنوب مؤكدة أن استمرار المؤامرة الخارجية لضرب الاكتفاء الذاتي وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان أن البلاد وصلت خلال الفترة الحالية وما سابقها إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الأسماك مضيفا أن ظاهرة نفوق الأسماك تمثل استمرارا للمؤامرة الخارجية بهدف ضرب الاكتفاء الذاتي داعيا الحكومة لتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وصلت حملة الشهيد عبير سليم لإزالة التجاوزات إلى محافظة ذيقار حيث باشرت بلدية الناصرية برفع التجاوزات على أملاك الدولة والمؤسسات الحكومية والشوارع والمرافق العامة ومراكز المدن تقوم قام مقامية قضاء الناصرية بالتعاون مع مدرية الناصرية والقوات الأمنية السندة وباشراب مباشر من الدكتور أحمد غين الخفاجي ومحافظة ذيقار بحملة شاملة لرفع التجاوزات عن مدينة الناصرية قداخل قضاء مدينة الناصرية والحملة تشمل التجاوزات على أملاك العامة والأملاك الخاصة باشرت قام مقامية الناصرية ومدرية بلدية الناصرية بحملة إزالة التجاوزات عن مشاريع العامة الموجودة تقوم قام مقامية قضاء الناصرية وبلدية الناصرية وبإشراف محافظة ذيقار بحملة كبرى لإزالة التجاوزات في مدينة الناصرية وكذلك هي الحملة مستمرة لإزالة التجاوزات في جميع عموم المحافظة نهدف إلى إزالة التجاوزات عن المال العام والتجاوزات التي تعترض تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة نتمنى أن تستمر هذه الحملة برفع جميع التجاوزات التي انطلقت اليوم أربع حكومات تعاقبت على محافظة ذيقار جميعها وعدت بتغيير أماكن الطمر الصحي لكن من دون جدوى ولا يزال الأهالي يشكون من روائح حرق النفايات المتسببة للأمراض السرطانية مرأسون إيهاب الخفاجي والتفاصيل بمحادات الحزام الأخضر والمناطق السكانية يتم رمي النفايات في مواقع كانت في السابق أراضي زراعية وهنا يتم حرق النفايات الأمر الذي يتسبب بوصول الدخان والرواح الكريهة إلى الأهالي الذين طالبوا بإبعاد الطمر الصحي لعمق الصحراء يعني صراحة الطمر الصحي في الناصرية يعني هاي مشكلة أزلية بالمحافظة ما نوجد إلها حل تم تبديل أربع محافظين وهؤلاء المحافظين كلهم وعدوا بتغيير مكان الطمر الصحي احنا المناطق اللي بالقرب من الطمر الصحي حقيقة معانات ليلية نتيجة الحرائق اللي جاي تشتعل بالطمر الصحي كثرة عندنا الأمراض السرطانية أمراض الاختناق أمراض الربو كل هذه يعني مشاكل يعني أعداد جدا كبيرة بالمرضى ونفس المعانات ونفس الدخان ونفس الأمراض اللي قاعد نعانيها احنا نطالب الحكومة أن نسوينا حل لهذا الطمر الصحي أن تنقذ عوائلنا تنقذ أطفالنا تنقذ الناس الكبار اللي عندنا بسبب حالات الاختناق اللي قاعد تحدث داخل المناطق المحيطة بالطمر الصحي ولم يقتصر الحرق على الطمر الصحي فقد سجلت عدستنا مواقعا جديدة بدأت بالاتساع هذا الأمر تخوف منهم مختصون اتكشفوا تلوث عشرات الأراضي الزراعية بسبب حرق النفايات واتساع حجم الدخان على مساحة مدينة الناصرية إذ خلفت تلك الكوارثة أمراضا لمواطنين فقدوا حياتهم وآخرين ما زالوا يتلاقون العلاج طبعا المئات من الدونامات تستخدم للحرق العشوائي وليس الطمر الصحي النظامي بمخلفات النفايات المنزلية والصناعية والتجارية ونفايات الهدم والبناء وغيرها هذه المخلفات بعد ما تحترق تسبب آثار بيئية خطرة على صحة الإنسان والبيئة منها أمراض الجهاز التنفسي وحساسية الأنف والعيون وحساسية الجلد الكثير من السكان يعانون من هذه الأمراض السرطانية التي تفتقر أغلب مواقع الطمر الصحي للمحددات البيئية المحلية والمحددات الموقعية التي يجب أن تكون أن تبعد عن الطريق العام 2 كيلومتر وكذلك استخدام الأراضي الغير صالحة للزراعة أغلب مواقع الطمر تستخدم الأراضي الصالحة للزراعة وتكشف مصادر خاصة في الشأن الجغرافي لقناة التغيير أن أكثر من 15% من مساحة ذيقار تحتلها نيران نفايات وهنا قوس قطر للجهات المعنية والأهالي لقناة تغييرها بالخفاجي الناصرية توفيت أمينة المكتب المركزية في البصرة عالية الخفاجي جراء مضاعفات كورونا حيث أنقذت الراحل نحو 30 ألف كتاب ومخطوطة عراقية من الحرق والنهب أثناء حرب 2003 أركان تقي والتفاصيل وكأن زوايا المكتب المركزية تعبر عن حزنها لرحيل أمينتها العامة التي حفظت على كتبها من الضياع اليوم الأول منذ 25 عاما يفتقد المكان لعالية محمد باقر أثر ما فعلته بالمحافظة على 30 ألف كتاب من الضياع بقي وسيبقى مثال على الحرص والوفاء إنسانة عراقية بصرية بما قدمته عام 2003 بحماية موجودات المكتبة بغالبيته تعرفون أن كان هناك حرب وتعرضت المكتبة للحرق وقدرت تحمي أرث طبعا هو يكوح مو دوائرهم من 2003 أو في سنوات قبلها أو حتى بالوقت الحاضر لكن تعرف نوعية ما تم حمايته يعني هو أرث تاريخي وعلمي وحضاري وثقافي فكان إلى بصمة حدثة تحمل عالية محمد باقر لنيران الحرب عام 2003 وإصرارها على نقل الكتب من المكتبة إلى منزلها حفاظا عليها من الحرق والسرقة أصبحت أنذاك من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف العالمية بعدة لغات إضافة إلى تأشيد ما فعلته كقصة للأطفال ترسخ بأذهانهم آلية المحافظة على المادة العلمية كيفية الحفاظ على الكتب وترجمت إلى اللغة الفرنسية على ما أعتقد زين وتدرس في مدارس الأطفال هناك متمنين أنه يحذو بلدنا بالإنجاز هذا ويخليه كفا منهاج حتى يبقى أرثل هذه الموظفة حقيقة والتي احتفظت بالكتب في وقت جدا صعب وقت الغزل على العراق رحلت عالية تاركة قصص لا يمكن نسيانها فلم يسبق لموظف بسيط يجبر إدارات كبرى المكتبات في العالم على الإشادة بما فعله حفاظا على العلم حزن الرحيل عبر عنه الجميع من مواطن حتى وزير الثقافة كدليل افتقاد للمخلصين القلة في بلد هيمن غربائه على مقدراته باحثين عن المكاسب الشخصية للعامة التي ترجمتها عالية بإخلاصها لمكتبتها من البصر الكانتقي قناة التغيير توقع راصد جوي ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل إثر موجة حرر رجح أن تكون الأخيرة وقال أن آخر التوقعات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر خلال الأسبوع المقبل بدرجات خمسينية في بعض مدن الجنوب والفرات الأوسط تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة بعد أن أثارت القيود التي فرضتها الحكومات على التنقل لمواجهة انتشار نسخة دلتا وتباطئ النمو الاقتصادي القلق بشأن تعافي الطلب على الوقود وانخفض خامو برينت إلى 69 دولارا و83 سنة للبرميل كما تراجع النفط الأمريكي الوسيط إلى 67 دولارا و44 سنة للبرميل الواحد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مدينة المصر للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات وقال الكاظمي خلال الجلسة أنه يؤسفنا جدا أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية خاصة وأن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش وأضف الكاظمي أن الحكومة حاربت الفساد لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش وتحتاج إلى التكاتف وأشار الكاظمي إلى أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لأعمال الموصل ووجهت بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة وبدء العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة منها مطار الموصل ومحطة القطارات هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سد الموصل وأكد أهمية قيام الملاكات العاملة فيه بعمليات الإدامة المستمرة كما أوصل كاظمي بإدامة ومراقبة عمليات التحشية التي يحتاجها سد الموصل كما قدم مدير مشروع سد الموصل شرحا مفصلا عن السد وأهميته والأعمال المنجزة لإدامته وجرت أيضا معينة أعمال التحشية من أعلى السد أكد الرئيس برهم صالح أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وقال الرئيس صالح خلال استقباله وزير الدفاع الأستوني أن العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل تخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين نينوى في قلوبنا لكن الفساد أسقطها بيد داعش يقول الكاظمي ويؤكد إن المعركة طويلة مع الفساد المخاطر تحيط بالأمن العالمي ورئيس الجمهورية برهم صالح يقول التكاتف الدولي ضروري لمواجهة التحديات العالمية فوضى عارمة تجتاح مطار كابل ومواطنون أفغان هاربون متمسكون بعجلات الطائرات أثناء إقلاعها ليسقطوا من الجو ختام النشرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء